وبكده بعد ما فعلنا الخاصية ديت حتى لو شبكة المدرسة وقعت الامتحان هيفضل مفتوح معاك وانت هتبقى مؤمن مية في المية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله انا عايزكو تروح الامتحان وانتو مطمئنين تبقاعد كل تركيزك انك تجاوب على الامتحان وتجيب فيه الفول مارك ان شاء الله رب العالمين عشان كده بالخطوات البسيطة اللي انا هقولها في الفيديو ديت هتضمن ان لو حصل اي مشكلة في الشبكة هيتم التحويل تلقائي على الشرحة من غير ما تشعر وانت عمل بتحيل برضو في الامتحان وهيسكو تشاركوني اراءكو بعد ما تخلصوا ان شاء الله الامتحان بكرة تعرفوني الامتحان كان عاملي كان سهل كان صعب هتبعتولي voice notes على صفحة الفيس انا فتحها قدامكم بنفس اسم القناة والvoice notes ديت انا اخدها وهنشرها في فيديو على القناة باراء الطلاب في امتحان مثلا اللغة العربية تقولي والله الامتحان كان سهل كان في جزئية عندك شكوى معينة لا ده السؤال ده بالنسبة لي كان صعب وان شاء الله الامتحان يكون سهل وتعرفوني ان ما كانش فيه اي جزئيات صعبة والموضوع كان بسيط تربية والتعليم في رسالتها الاخيرة ليكم طلاب اولى وتانية سنوي قالت ان في حال سقوط الشبكة هتمتحن الامتحان مرة تانية في وقت لاحق لكن انا في الفيديو ده هخليك مؤمن بنسبة 100% حتى لو الشبكة وقت الامتحان يفضل مفتوح معك لحد ما تخلص كل اجاباتك طبعا تقولي ما انا ممكن افتح نت من الشريحة صح ولكن الفترة ما بين ان الشبكة تسقط وانك تفتح نت على التابلت ممكن يحصل لك في الامتحان او يخرج واضطر تعمل تسجيل دخول تاني وقصص كتير فاحنا في غنى عن الكلام ده كله عشان كده في الفيديو ده انا هعرفك طريقة بسيطة وسهلة تعملها على التابلت وتفعل الخاصية ديت وبتفعيل الخاصية ديت هيتم التحويل التلقائي في حال حصل اي مشكلة في الشبكة التحويل التلقائي على نت الشريحة وانت فتح الامتحان مش تشعر باي شيء خالص او لو حصل بطء في الشبكة برضو هيتم التحويل اوتوماتيك على الشريحة بتاعتك تعالوا نشوف مع بعض الخطوات ولكن في البداية عايزكم تدعموني وتعملوا لايك للفيديو ولسه ما اشتركش في القناة اشترك وفعل زر الجارة عشان تابع معانا كل جديد الميزة الرهيبة في الخاصية ديت ان هي هتعمل تحويل تلقائي ما بين الشبكة والشريحة في حال عدم استقرار النت على الشبكة او بطء الشبكة او ان هي تفصل هيبقى الوتوماتيك هتتحول على الشريحة والشكر موصول لاستاذ سليمان الحكيم مطور تكنولوجي هو اللي عرفنا بالطريقة دي هتفتح عندك الشبكة وهتفتح الموبايل ديتا بعد كده عند علامة التيرس هتدوس عليها وبعد كده هتجيب كينيكشنز وهتختار الواي فاي وبعد كده هتضغط على كلمة ادفانست او متقدم وبعد كده هتجيب كلمة سويتش تو موبايل ديتا وبعدين هتختار الاختيار التاني اللي هو اجريسيف مود تضغط عليها وبكده مبروك انت كده فعلت عملية التحويل التلقائي